اكد الجهاز الوطني للإرادات تنفيذ 174 زيارة تفتيشية في الأسواق المحلية بمختلف محافظات مملكة البحرين خلال شهر أكتوبر من العام الجاري جاء ذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الرقابة في الأسواق المحلية لحماية حقوق المستهلكين والتحقق من امتثال المشآت التجارية لضمان التطبيق السليم للقيمة المضافة والانتقائية وأشار الجهاز الوطني للإرادات لأن الحملات التفتيشية التي تم تنفيذها خلال الشهر الماضي أسفرت عن رصد 37 مخالفة استوجبت فرض غرامات إدارية وفقا لقانون القيمة المضافة والانتقائية مؤكدا أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المشآت المخالفة وإحالة من يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب إلى الجهات المختصة لتحقي دعوة جنائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر